اشتركوا في القناة من هذا الموسم في آخر حلقة من هذه السنة آخر أيام ديسمبر بإذن الله ونحن بصحة وعافية وإلى عام جديد ونحن بصحة وعافية حوالي من نحب لما أشوف يعني سبحان الله سنة طويلة من الحلقات ومن الدعم منكم ومن العطاء لكم كل يعني المشاعر والمراحل اللي مرينا فيها في السنة الماضية أشعر بامتنان شديد يا رب لك الحمد على وجودي واستمراري في هذه الكنبة الرائعة وعلى تواجدكم معي طوال الفترة الماضية وعلى هذا الحب والدعم والجمال والبركة اللي أحصلها منكم استمرارية كنبة السبت يعني لو لله يعني ثم خلينا نقول يعني الحمد لله الحمد لله تسخير الله وتسهيل لأموري وكل شيء وأولا وأخيرا طبعا شبكة مايكس اللي أنا ممتنة جدا لها ولكل فريق العمل حول كنبة السبت يعني من فهد الرائع مدير المشروع عمار أحمد باس المهند أحمد وأحمد وأحمد كثير في التيم أحمدات يعني وأفنان طبعا وراء النشر فريق المحتوى اللي دخل بقوة معايا وفي مساعدتي في آخر الموسم بقيادة عبد الله ما دري مهند يأشر بيده ما دري أنا ذكرت اسمه للا بس بنقوله مرة ثانية مهند لكن فعلا يعني سعيدة جدا بهذا التيم اللي بكل مرة نصبح عائلة أكثر وأكثر وكل مرة تتوسع هذه العائلة كل مرة أشوف أحمد جديد لكن هذه المرة الحمد لله بن جديد روايدة جميلة فيعني سبحان الله كيف هذه العلاقة تكبر وكيف هذه العائلة تكبر وتستمر من أجلكم أنتم ونرى هذه ثمرة العطاء هذه بكل أدعيتكم وسعادتكم وانتظاركم وكل هذه المشاعر الجميلة اللي نتلقاها منكم فأتمنى بإذن الله يعني الموسم القادم على السنة الجاية بإذن الله يكون موسم يعني مليء بالأفكار الجديدة والمفاهيم المغلوطة أنها تتصلح بأفضل صورة وأيضا أنه يكون خلينا نقول بوابة لأهداف جديدة وأفكار جديدة عن نفسكم وذواتكم لأنه هذه الفكرة من كنبة السبت أنه نتعرف مع بعض على نفسنا أكثر نعرف كيف نطلعها أكثر نعرف كيف نفهمها أكثر عشان ما نجلدها وما نتعبها وما نكون أكثر يعني قسوة على أنفسنا يعني إحنا كفاية أن الظروف قاسية علينا الحياة أحيانا أشخاص من حولينا يكونوا قاسين علينا فإحنا نبقى نعرف كيف إحنا من جوا نكون أفضل مع أنفسنا وأفضل مع التصرف أو خلينا نقول ردات فعلا نتجاه هذه الظروف حتى نكون أكثر سلامة مع أنفسنا ولذلك في طوال السنة يعني تطرق لمواضيع كثيرة منها كانت موضوع الحاجز البشري لما يكونون الأشخاص الصعبين من حوالينك تكلمنا عن العطاء كيف نقدر نعطي عشان نسعد وكيف طريقة العطاء هذه وكيف تستخدم في حلقة عطاء كاملة يعني وكان في أيضا حلقات الذكاء العاطفي للتو تكلمنا عنها حلقة مزاج كيف نتحكم بمزاجنا كيف هو المزاج أصلا وكيف ممكن نوصل إلى مزاج جيد حتى لو ظروف حياتنا صعبة كيف نوازن بين الظروف وبين خلق حياة إيجابية لنا مواضيع كثيرة وكان يعني من أهم المواضيع أو خلينا نقول كان من أصعبها موضوع الفقد يعني كانت حلقتين يعني حكينا فيها عن الفقد وتجاوز الفقد وهذا الشي خليني أوقف في هذه الحلقة أني أقرر أتكلم عن الرضا يمكن دائما نهاية السنة نقول يلا خلونا نسوي رحلة خلونا نجلس سوا ونبدأ نبني ونكتب أهداف السنة الجاية لكن هذه السنة أنا أريدها أن تكون مختلفة أو على الأقل نهاية هذه السنة لا زلت مؤمنة أن لو بداية كل شهر حتى وبداية كل سنة تجدد أهدافك تجدد ما تريد في هذه الحياة سيكون تركيزك أكثر وتصل بشكل أكبر وتسعد بشكل أكبر لأن طبيعة الإنسان يحب أن يكون عارف وان رايح ما يحب يعيش في المجهول أو في شي غير مرسوم لكن في نهاية السنة بالذات خلونا نقول آخر أيام من ديسمبر بسلامتنا إن شاء الله جميعا أبغى نركز على موضوع الرضا ما أبغى نفكر أيش السنة الجاية ما أبغى نفكر أيش بكرة أبغى نقول أيش كان أمس أيش صار أمس أيش صار في السنة الماضية أيش صار في الأيام والأشهر الماضية هل نحن راضين عنها وإذا ما كنا راضين ليش إحنا مراضين أيش المفروض اللي أو أيش درجة الرضا المفروض تكون عندنا وإيش المستوى اللي نقول خلينا نفرق فيه بين الرضا وبين اللي هو خلينا نقول الطموح والقناعة وكل هذه المفاهيم اللي أبغى تكلم عنها اليوم أكثر شي اخترت هذا الموضوع في نهاية هذه السنة لأنه لما شفت السنة الماضية قعدت يعني أو شفت هذا السؤال في تويتر عن السنة الماضية إنه إيش تسمون سنتكم 2023 فالناس مثلاً سنة النجاح سنة الإنجاز فكنا نتكلم أنا واختي هدى أكيد أنكم تعرفونهم كثير ما ذكرت اسمها وبليز يعني المحتوى وكتاب اللي هو مسؤولين نشر بليز ضعوا حساب هدى أختي لأنه من جد من جد معش أنها أختي لكنني فخورة فيها وسعيدة أنها ساعد الأيمن في العصف الذهني لمحتوى كنبة السبت شاكر الله حتى في مساعدتها في بعض من محتوى هذه الحلقة هدى أختي صاحبة بودكاست هواد وعندها مساحات كل ثلثاء وكل أربعاء في تويتر فأكاونتها تحت بليز شير سبسكرايب على قولتهم واستمتعوا معها بتستفيدون فعلاً فكنا أنا هدى أختي يعني جالسين فنتكلم فتقول هدى يعني أفنان أنا كنت أطالع في السنة الماضية وأقول هذه سنة وفاة أمي هذه سنة وفاة أمي فيعني كيف سبحان الله أني أقول عنها سنة عوض ما أحسها سنة خسارة أهزتني الكلمة بجمال يعني استعدت بها استعدت بها جداً لأنه هذا بالضبط ما أشعر به الحزن موجود والألم موجود وأحياناً يعني ما نقول يتجدد لكنه يعني وصفته في حلقة تجاوز الفقد أنه يأتي كالأمواج ما بيمر أسبوع أسبوعين إلا ويجي ذكرها بقوة أو حضورها بقوة فيتملكني هذا الشعور بالحزن بالاشتياق بالحنين تأخذنا الدموع نطلب الدعم من اللي حوالينا في الكلام أو في التفريغ أو في هذا لنقوة ونرجع نقوة فكلمتها أنها سنة عوض يا أفنان شفت عوض في علاقات شفت عوض في وظيفة شفت عوض في في أشياء كثيرة بشكل سبحان الله غريب وجميل لما قاعدنا نتناقش قاعد تقولي سبحان الله في ناس يعتقد أنه كيف تقولين كذا الأم لا تعوض بوظيفة ولا مال ولا علاقات صداقات ولا حتى خلينا نقول يعني زواج ولا ولا الأم لا تعوض لكن عوض الله يأتي كجبر كشعور يمسح على قلبك ما هو بالأشياء المادية نفسها كثر ما هو بالجبر اللي يمسح قلبك سبحان الله هذا الشعور يعني نعمة من الله أن يجبر أنا أسهل شيء كنا يعني نحكي وأقولها ترى أسهل شيء أني ألف على سنة 2023 وأقول هذه سنة كبيسة سنة الحزن سنة فقد اللي والدتي سنة السنة اللي أنا تألمت فيها ألم شديد السنة اللي أنا اللي أنا أكثر سنة بكيت فيها في عمري كله أنا عمري 30 سنة ما عمري بكيت بهذا القدر نحن مو فقط في أيام مفاتهة ولا في أيام العزة ولا في حتى بعدها بين فترة وفترة أنا تداهمني المشاعر الصعبة حنين واشتياق لها وأبكي أذرف دموع كثيرة من أجل أن أتشافى من هذا الألم لكن أبداً ما شعرت أني أرغب بأني أقول أنها سنة كبيسة ولا سنة صعبة ولا سنة مؤلمة ولا سنة حزينة خجلت من الله أني أقول هالكلام لأن هناك نعم كثيرة حوالين هذه المصيبة اللي ابتلاني الله بها وهو أعلم وهو أعلم بمقدرتي في تجاوزها وهو أعلم بمقدرتي في تحملها إن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها هذا الكوب يسع كم من لي من الماء لما تحض أكثر منه حيفيض الله أعلم أنت كم سعتك ويعطيك الابتلاء على قد سعتك ما عمره بيعطيك شيء زيادة أنت بتعتقد أنه هذا أكبر ابتلاء أنا في يوم ما اعتقدت أنه وفاة أمي خسراني لأمي فقدي لأمي بيكون أشنع شيء ممكن يحصل لي في حياتي لكن هذا اليوم أنا أعيش أنا أنجز أنا أعطي أنا أسعد أنا أضحك الحياة تستمر بصورة لا نتخيلها لا نتخيلها لما أقول أن الألم مستمر هذا لا يعني أني كل يوم حزينة وخلاص الحياة وقفت وأنا لا أعتقد وفيه كلمات يتداولها الناس يخوفونكم من الظروف الصعبة ما عد للطعم ما عد للسعادة طعم ما عد للحياة طعم هذه ترى من أعراض من الأعراض الاكتئاب تعتبر أعراض مرضية فأنت تتعالج منها عشان تخرج منها لا شيء في الحياة يجب عليه أنه يجعلك تشعر أنك مريض ولا تتلقى علاج إذا شعرت بالمرض فهناك علاج إذا شعرت بالتعب والوهن فهناك دعم إذا شعرت بالخذلان والخيبة فهناك تعويض أفضل وأكبر أنا أنا لا أرى الحياة بصورة وردية تماماً أنا مؤمنة وكنت دائماً من بداية البودكاست أقول إحنا ما نقدر نوعد بالحياة الوردية الخالية من الظروف ما نقدر لكن نقدر نوعد أن هناك وقفة دائماً بعد كل سقطة وهناك عوض بعد كل تعب وهون وخسارة هذا اللي إحنا نقدر نوعد بسلوكياتك وطريقة تفكيرك وإيمانك بقضاء الله وقدره في كل ظروفك يعني إحنا كمسلمين أسهل علينا الإيمان بقضاء الله وقدره أسهل علينا هذا الصبر وهذا الإيمان من ناس كثير ونحمد الله أولاً على نعمة الإسلام ونحمد الله على نعمة الإيمان ممكن مسلم مؤمن أركان الإيمان إحنا نعرفها من إحنا أطفال أركان الإيمان ستة الإيمان بالله ورسله وأنبياءه وكتبه والإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره إحنا الشاطرين نقولها كذا وحافظينها كذا ونحكي فيها كذا لكن في الحقيقة هل نحن فعلاً قاعدين نؤمن بقضاء الله خيره وشره؟ الإيمان بقضاء الله في شره يعني عندما يحصر ابتلاء صعب عليك تكون أنت مستعد لمواجهة هذا القضاء أنت مستعد للوقوف مجدداً لما نقول وقوف مجدداً هذا لا يعني أنك تمحي مشاعرك أنا عشت مشاعري ولا زلت أعيش مشاعر الألم بكل ما أحمل من طاقة وقوة وفرغها ببكاء وفرغها بكتابة وفرغها بمكالمات صديقاتي وفرغها بزيارة طبيب نفسي وقد حكيتها لكم وفرغها الآن بمداولة على الاستشارة النفسية من أجل أن أكون أكثر قوة وأكثر تقبل لنفسي الاستشارة لا تكون فقط أنه يا الله علميني كيف تجاوز فقد أمي لا أنمي مهارات سلوكية أكثر تقويني في هذه الحياة فأرجع أقول أنا السهل أني أطالح في سنة 2027 أقول هذه سنة فقد أمي لكن في الحقيقة هي سنة حوزي بجائزة لأميرا سيتا هي سنة ترشيحي لجائزة جوي أورز وذهابي لهذاك الحفل وأيضا الآن أقولها لكم مرة ثانية الحمد لله ترشحت للسنة الثانية فبرضو في الوصف صوتوا لي وإن شاء الله هذه السنة تكون من نصيبنا ففست في هذه الجائزة وفست في هذه الجائزة أعتقد في أمي نجحت في اختبار الحمد لله الزمانة الطبية يعني اللي كنت أربع سنوات أسعى وأشتغل عليه حتى أكون طبيبة نفسية بإذن الله يعني مرخصة للعمل ومزاولة المهنة بأفضل صورة فأمور ونجاحات أكاد لا أتوقف عن ذكرها الصداقات اللي استمرت معي يا ربلك الحمد والصداقات الجديدة اللي دخلت عليه نجاح البودكاست بوصوله إلى أرقام خيالية 20 إلى 30 مليون استماع الضيوف الجميلين اللي جوا في حلقاتي في هذه السنة والمتعة اللي قضيتها في تسجيل هذه الحلقات والأثر الجميل اللي وجدته عليكم أمور وأمور أتكلم عنها لا تستبدل بقيمة والدتي عندما نتكلم عن العوض نحن لا نتكلم ولا نتكلم عن استبدال قيمة الشيء عندما نخسر خسارة مثل قيمة أم قد تكون عطاة قد تكون حب لي ودعم لي هذا لا يعني أني خسرتها بالكامل الحمد لله كنا بارين الحمد لله أخذنا من دعاويها ما يكفي إلى أن نصل هذا العمر بنجاح وسعادة وصلاح يا ربلك الحمد اليوم أنا مؤمنة وممكن قالتها لي أماني لايس عندها اللي جاءت معايا ضيفة في حلقة الفق قالت كل المشاعر اللي كانت تيجي من أمك الله يعوضك إياها بنفس الشعور من مين كيف شعور داخلي يجيك كذا فجأة من شخص آخر لا تعلمين لكن كل ما تتطلبينه وتبغينه من أمك ربي سيعوضك به بشكل أو بآخر هذا الإيمان لحاله كفيل أن يجعل حياتي مليئة بالأمل لا أنتظر على قارعة الطريق مين بيجي يغطي هذا الشعور ويعطيني نفس حب أمي لا الفكرة أنه أنا أؤمن أن الله بيغطي هذا الشعور بالجبر بالمسح كل الكلام اللي أنا قاد أحكيه هو مفهوم الرضا مفهوم الرضا اللي يمارس حتى علماء النفس قال هو مفهوم يمارس وليست يعني هذا كان في وصف أحد العلماء أنه ليس وصفة تنسخ هي عملية تمارس تمارس بإيقاء بأن تتوقف عن التذمر تتوقف عن تصويب الإضاءة على الشيء التعيس والحزين اللي آلمك التوقف عن دور الضحية وأخذ هذا الضعف كمصدر قوة أخذه كمصدر قوة ولازم نعرف كيف تأخذه كمصدر قوة فقد الوالدتي شيء كبير وشيء عظيم اليوم لما أنا قاد أتكلم عن نفسي أنا لا أزكي نفسي ولا أقول أني أنا أعظم وحدة وأنا اسمع مني أنا كيف سويت أنا لكن أنا عشت تجربة وأستطيعني أتحدث عن هذا المفهوم بثقة لأني فهمت إيش هذا الشعور وإنت اليوم إذا أنت ما عندك هذا الابتلاء الكبير والله يبعد عنكم مصاب الدنيا اللي ممكن أنها تأذيكم وتألمكم لكن جميل أنك تسمع هذا الكلام لتكون مستعد للحياة كلها هذا مو تفاول بالشر لكن الحياة بطبيعتها فوق وتحت فاستعداديتك في فهم مفهوم الرضا لا يعني أنك اليوم لازم تفهمه بالضبط وتعيشه أنت ما بتقدر تعيشه إنين تجربه لكن يكون في بالك هذا الشيء وتصحح كثير من المفاهيم عن الرضا عشان تقدر ترضى لما يكون هناك ابتلاء لما يكون الابتلاء نفسه مصدر قوة هذا يعني أنه أنا قررت أن وفاة والدتي لا تكون شيء يرجعني على وراء أمي بنت فيها الأخلاق وبنت فيها الصلاح بإذن الله خلينا نقول يعني إن شاء الله أنا نكون عند حسن ظنها وظن الله أنت يعني ترى ماذا خرشت من هذه الخسارة أنا خرشت بأنه أمي سوت كل اللي عليها وأنا وصلت في عمر أمي توفت مو في عمر صغير جدا بالنسبة لي هذا النظر الإيجابي اللي أشوفها توفت الله يرحمها في عمر النضوج أنا تخرشت انتهيت ووصلت إلى مرحلة من الوظيفة إلى 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 الشيء الآخر أنا أمي علمتني أشياء كثيرة جعلت مني اليوم ما أنا اليوم اللي أنا راضي عليه اليوم فأنا ما خسرت أنا بخسر لو أنا خسرت أمي أعطتني أي شيء لكن أمي أعطتني ولذلك إحنا خلفت أهالينا في الأرض لأنه خلاص ثانيا صرت أرى أفعال أمي شخصية أمي أقوال أمي صرت أشوفها أكثر كنت أقتدي بها وكنت أتحدث بها كثيرا حتى في البودكاست من أول حلقة إلى آخر حلقة إن لو أجيب طاريها لكن اليوم أنا أرى أفعالها أكثر وأطبقها مثلا رأيت ذكرها الحسن حوالين الناس عن صدقاتها كانت تنفق كانت تنفق بشكل مطبيعي الله يبارك ويجعلها يا رب يا رب تتنعم في جنة الخلد بغير حساب بسبب هذا الإنفاق والصدقات النام وتناهية أي يعني لدرجة أي عزة أروح له في الفترة الماضية ينقلب العزة الحديث عن أمي ما شاء الله تبارك الله فأقول إيش هذه الأخلاق وإيش هذه الأعمال اللي جعلت منها تذكر وتذكر ويدعى لها وناس غريبة يمكن ما شفتوها ولا سمعتوا عنها ولا سمعتوا صوتها إيلا أنكم تدعو له وتكتبو لي كل ما شفناك تكتور ندعو لهم منك كل ما سمعنا صوتك ندعو لهم منك فكل هذا العمل مو لصلاحي أنا لصلاحها هي صلاحها هي فصرت اليوم أنا وهذا مو رياة أنا أريد الجميع أن نقتدي ببعض يعني هذه أماني نصيحة قالتها ليا ومشيت فيها وأنا الحين أكررها أصبحت حرفيا من وفاة أمي الصدق اليومية لا أتوقف عنها أنا في حياتي ما قد أنفقت بهذا القدر بقدر الدموع اللي هدرتها وأشعر أني أني ما قد هدرت دموع زي كذا في سنتي أنا أيضا ما قد أنفقت من أموالي وشعرت ببركة أموالي وشعرت ببركة مسيرتي في الحياة وشعرت ببركة طريقي مثل ما شعرت فيها في الفترة الماضية فليا الخيار أن أرى حياتي أن السنة كانت دموع أو أن السنة كانت عبارة عن بركة في بركة في بركة لي الخيار أن أفسرها وأراها بالنظرة التي أراها القوة النفسية هذه والمتانة النفسية هذه مو عشان أنا بطلة خارقة هذه ممارسة أمارسها كل يوم وأقوي نفسي كل يوم وارتباط روحي مع الله ارتباط روحي مع الله هذه القوة من الله وليست مني من الله وليست مني ولما نقول من الله ما هيهيبة كذا تعطى فقط ارتباط وأفعال يعني أفعلها مع الله وأرتبط أكثر مع الله وبروح الله وبالتأمل وبكل الأمور الروحانية لممكن أنها تجعل من طاقتي الداخلية أقوى وأقوى إنك تأخذ الخسارة هذه وتجعلها ترضى بها ترضى بها لتجعل منها طاقة قوية طاقة تدفعك إلى الأمام صدقني ستكون حياتك يعني بشكل كبير قوية جدا ليش إحنا نرضى بالأقدار الطيبة ونقول أعطتنا قوة وأعطتنا قوة والأقدار السيئة ما نرضى أنها تكون قوة لنا الإمام بقضاء الله وقدره خيره وشره هذا يعني أنك عندما تؤمن كلاهما سيعطونك قوة إلى الأمام لما يجي لما الواحد يتزوج يقول أوه صرت مرة متحمس للحياة صرت قوي صار فيه شي يعني كذا لما الواحد يجي ببيبي جديد يقول والله أعطاني قوة أعطاني دافع للحياة لكن عندما الواحد يخسر خسارة يقول والله ثبتتني ونزلتني مع أنهم كلهم قدر وإنت في مصيرك في هالدنيا بتكسب وتخسر مصيرك ما في أحد ما في أحد وصل في حياته إلى آخر حياته بعد عمر طويل ثمانين تسعين سنة إلا وقد خسر خسارات كثيرة مستحيل هذا الإيمان بهذه الخسارات الإيمان بوجودها ليس تفاول هذا سلام داخلي تشعر نفسك فيه أنا ما أقول الحين أنت سعيد بين أصحابك وتضحك وتسعيد تقول ترى مصيرنا يا جماعة نتفرق مصيرنا كلنا نموت لا هذه النظرة السلبية السوداوية ما بتجعلك تتقدم في الحياة يعني لازم هذا التوازن في التفكير التوازن في رؤيتك للأمور الرضا لا يتنافى مع الطموح في الحياة مثلا كان فيه مثلا أحد الأمثال الشعرية اللي تقول مثلا مد الحافك على قد رجلينك يعني ارضى باللي عندك أنت بسيط وأنت كذا خلاص يا أخي لا تبالغ في أهدافك لا تبالغ في أفكارك يعني يشوهون صورة الرضا إنها استسلام الرضا ليس استسلام الرضا أن تسعد بما لديك ويسد الفجوة ما بين الإنجاز وما بين الوصول أنت الحين تبغى تنجز وتبغى تصل وهنا الوصول الرضا يسد هذه الفجوة فأنت قاعد تنجز السعي يسد ما بين السعي والإنجاز نقول هكذا الرضا يسد الفجوة ما بين السعي والوصول أو الإنجاز فهو فقط شكل معيشة أسلوب معيشة تعيشه من أجل أن تسعى براحة وتصل وانت مرتاح بأنك كنت سعيد أثناء هذا السعي دائما نقول السعادة في الرحلة وليست في النتيجة وليست في الوصول وليست في الوجهة اللي أنت تبغى توصل لها هذا يكون بالرضا أثناء السعي أنا راضي بكل ما أصنع أنا راضي بذاتي راضي بشكلي راضي بالمحيطين بي راضي بكل شيء لكن سأسعى إلى تغيير الأشياء اللي أنا أشعر فيها بتقصير أو أسعى إلى تحسين الأشياء اللي أشعر أنها غلط وأسعى إلى زيادة أشياء معينة يعني إذا ما كانت الحياة في زيادة واستزادة كل يوم إذا أنت بتكون في نفس مكانك أنا ما أقول استزادة ليس شرط بالمال فقط استزادة في توطيد علاقتك مع أهلك يعني حتى ليس شرط الاستزادة أنها بالعدد أنك تزود أصدقاء تزود في الكرير حقك تزود في المال لا أحياناً تكون في العمق يكون هناك زيادة في عمقك في علاقتك مع عائلتك في علاقتك مع أبنائك في إنجازك في عملك في إنجازك في هدفك في تعميق رؤيتك للحياة فالرضا يجعلك راضي يسد هذه الفجوة الرضا يجعلك تمشي في الحياة أبداً مموقف أبداً مموقف يعني حتى في ذي المقولة الجميلة اللي أحبها القناعة ضدها الطمع للطموح فإنت لما تطمع والطمع طبعاً مفهوم طويل لو أنا أشرحه لما تطمع أنت عندك الحين كسبت بجائزة مثلاً فست بش جائزة فست بجائزة 100 ألف مثلاً فمستانس وسعيد بس تقولوا والله يليت إنها 200 ألف يليت إنها 200 ألف كان أنا سعدت هذا طمع إنه جاء شيء سعيد وإنت مراضي تسعد في اللحظة لا تبغي شيء أكثر مثلاً الناس اللي يقامرون ويدخلون في القمار يعني حتى هو لذلك محرم وأيضاً يعني الآن صار مرض نفسي حتى ليصل في اضطراب القمار فعلاً فيدخلون في طمع إنه يبغون شيء أكثر يفوزون لكن لا يشعرون يبغون يفوزون أكثر ما هم قادرين يوقفون عند فوز معين ويصفقون لأنفسهم هذه مشكلة الطمع فلذلك القناعة والرضا ضدها الطمع وليس الطموح لما أنت تفوز وتصفق لنفسك وتسعد بعدين تقول يلا يلا نسعى للهدف الآخر تروح للهدف الآخر هذا الطموح هذا يعني قوة عندك وبداخلك قوة لازم تصرف في مكان ما فلما تصرف في أهداف وفي إنجاز وفي هذا فبرافو هذا المطلوب أصلاً هذا المطلوب فالقناعة ضدها الطمع لا الطموح فنتأكد أنه الأمثال الشعبية هذه نأخذها بضحك نأخذها بكذا لكن لا نأخذها بجدية لأنه في الحقيقة الرضا هو أن تسعد بما لديك وأن تستمتع بما لديك لكن ليس بالضرورة أن تتوقف عنده أنت تسعد للي بعده لا بأس بذلك وبالعكس يشجع أنك تسوي كذا يشجع أنك أنت تكون أكثر إنجازاً في هذه الحياة فالإيمان بقضاء الله وقدره في الظروف الصعبة يعني في مقولة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أنه أقدارك يعني فيما معنى حديث وأنه أقدارك ستنضي على أي حال فمن الأفضل أن ترضى بها لعل الله يرضيك برضاك يعني رضاك بهذا القدر لعل الله يرضيك به بسببه فقدرك ماشي ماشي الأمر حصل حصل أنا أعرف أن القول أسهل من الفعل لكن أنا أقول لكم وعن مجرب وعن مجرب أنه الرضا بقضاء الله وقدره ليس بالصحوبة التي تخيلونا بتواصلكم مع الله صدقة انفاق عطاء الوقوف عند النفس الوقوف عند اللحظة عندما أسعد بإنجاز أقف اليقظة الذهنية صح اليقظة الذهنية اللي هي الآن وهنا هنا والآن ممكن نقدر نمارسها أكثر في التأمل روحوا للطبيعة من الستة شهر الماضية فقط على الأقل العقل تقريبا كل أسبوعين أنا لازم أسافر سفرة صغيرة مو شرط سفرة أروحوا في البلاد هنا اختلاق بالصحراء اختلاق بالبحر اختلاق بكذا لكن أنا كلكم أروح سفرات صغيرة ثلاثة أيام أربع أيام بالطبيعة في نصف وادي في فوق جبل عند بحر استشعار قوة الله في خلق هذه الطبيعة اتصال قوي بالطبيعة هذا الاتصال سيجعلكم أكثر دراية أو أكثر إدراك إن الله أكبر بكثير وخلقوا أكبر بكثير وسبحان الله تقديروا في هذا الخلق تقديروا في هذا الخلق يعني حتى في آية سبحان الله يقول الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء وقدره تقديرا تقدير معين الله مقدر لك الأقدار بحسبه بحسبه سبحان الله أنت لا تعلمها ولا تعلم الحكمة منها وهذا أحيانا الصعوبة في الإيمان بقضاء الله وقدره أنه إحنا ما نعرفش الحكمة وإحنا بشر ففضوليين ونحتاج أن نعرف السبب إيش الحكمة إيش الحكمة إيش الحكمة من هذا الخسارة مو دائما بنعرف الحكمة وهذا يوديني إلى قصة الخضر وموسى عليه السلام في سورة الكهف في سورة الكهف الخضر مع موسى لسلام يعني إحنا كل جمعة يعني كسنة نبوية ونسويها دائما نقرأ الكهف لكن في الحقيقة إحنا ما نتمع عن إنه ليش إحنا لازم نقرأها بشكل دوري؟ عشان نؤمن بالقضاء والقدر عشان نؤمن أكثر بما يكتبه الله لنا ونكون مدركين أن هناك حكمة إما سنراها في الدنيا قبل لا يأخذنا أعمارنا الله أو ستكون خفية إلى الأبد أو خلينا نقول إن فيه لطف لطف يعني يأتي من الله عندما يعطينا هذا القضاء وبنمشي عليها واحدة واحدة فقصة موسى عليه السلام والخضر ابتدأت طبعاً أنه يعني الخضر جاء عند موسى عليه السلام فقال يعني قالوا له موسى قال للخضر قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ علمني من اللي عندك أنا أعرف أنك أنت الخضر شخص راشد وعندك من العلم فأعلمني فقال له قال إنك لن تستطيع معي صبراً وهذا أول دليل على أنه أصل البشر يعني الصبر عندهم صعب الصبر عندهم صعب ومتوقع الخضر أن موسى لن يفهم ما يحدث لن يفهم لن يفهم كتابة الأقدار هذه لن يفهم لماذا حصلت وهو وسيتساءل وسيتذمر وفهم فمن البداية قال لن تستطيع معي صبراً فهو وعد أنه ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمره فأكمل وقال يعني لا تتحدث حتى أحدث لكم منه ذكرى طيب فأول شيء سواه أول شيء سواه فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمرأة موسى تدمر قال كيف تخرق السفينة هذه السفينة الناس طبعاً خرقها خرق مو تدمرها لكن خرق تشويهي فموسى عليه السلام تدمر من فعله أنت ليش سويت كذا أنت ليش فكان معصب أنه ما أفهم الحكم وراء الشيء اللي أنت سويته والناس أو أصحاب القارب أكيد أنهم غضبوا أنه قاربنا تشوى وممكن قاربنا يخرب وإلى أخرب لكن في النهاية وش طلع السبب أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة كان في ملك يمشي على القارب وأي قارب نظيف جميل يأخذ غصب عن أصحاب ملك طاغي للأسف فيأخذ القارب هذا غصباً عن أهل هذا القارب أو أصحاب هذا القارب فشوهها عشان يشوفها مشوهة ويقول ما بأخذه ويمشي عنه فرأى الحكمة الآن أن أصحاب القارب شافوا الحكمة الآن ماشى الملك وراح عنهم ففهموا قالوا الحمد لله يعني نتصور الصورة هذه أنه الحمد لله أن هذاك الرجل شوهها سفينتنا لو ما شوهها كان الملك أخذ قاربنا بالكامل تشويه نصلحه والحمد لله لكن على الأقل قاربنا ما راح ففي هذا الآية بالذات أنه تصوير للحكمة لما نشوفها في الدنيا من شيء صعب صار لنا لما نشوفها في الدنيا الأمر الآخر اللي هو كان وأما الغلام اللي هو لما جاء موسى عليه لما جاء الخضر قتل قتل نفس يعني فموسى عليه السلام قال كيف تقتل هذه النفس وكيف تسوي كذا وليش قتلتوه ففسر له ليش أنا قتلتوه طبعا هذه من الأشياء اللي ما شاف الحكمة وما هو متصور أنه بيشوف الحكمة منها فلما قال الخضر اشرد عليه قال وأما الغلا فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة فهذه الحكمة قد لا يرونها الأم والأب قد لا يرونها في ابنهم لكن إيش يقعد يقول الخضر أنه قدرهم في هذا الابن كان بيكون أن الابن سيكون طاغي وبيكون يعني عاصي وسيرهقهم طغيانا وكفرا بيرهقهم جدا فسبحان الله يعني أراد أن يبدلهما يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقربا رحمة فهم الأم والأب هذون ما حيشوفون هذه الحكمة هما خلاص مات ابنهم بكوا ولطموا وزعلوا وحزنوا ويقدرون أنهم يقفون عند هذا الحزن بأنه خلاص إحنا فقدنا فلذة كبدنا إحنا ربي يعني أخذ مننا شي عظيم أخذ مننا كذا يقدرون أنهم يحزنون ويتعسون وممكن حتى ينفصلون ولا يؤمنون بالإنجاب ممكن يأخذون ردات فعل كبيرة جدا لأنهم غير راضين بهذا القضاء والقدر وهم مو عارفين إيش كان الحكمة سبحان الله من أخذ هذا الإبن سبحان الله ولو إنهم رأوا هذا المنظور بنظرة أخرى وقالوا لا يجب علينا أننا يجب علينا أننا نؤمن بقضاء الله وقدر وهذا حصل تدبير من الله سبحانه إحنا ما لنا إلا نسعى في هذه الحياة ونؤمن فيؤمنون ويتقوون ينجبون ابن آخر ليكون أقرب إليهم يكون رحيم معهم يكون بار بهم في قصة الخضر وموسى هنا في تصوير للمصائب لما تحدثهم ما تستطيع أن ترى حكمة منها لكن صدقني في حكمة خفية أنت لا تعلمها في حكمة خفية أنت لا تعلمها الشيء الثالث أو الأمر الثالث في تصوير اللي هو القضاء والقدر أو الصبر معه لما فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقضى فأقامه قال لو شترت تخطى عليه أجرم إيش الفكرة هذه دخلوا على قرية وأهل القرية كانوا غير مضيافين وغير جيدين فيعني ما أعطوا موسى والخضر اهتمام أبدا وأبوا حتى أن يضيفوهم وكذا فهم ماشيين من بعد القرية وجدوا جدار في القرية بينقض بيطيح يعني فالخضر يعني أخبر موسى أنه خلينا نقوم قبل ليطيح فيعني موسى عليه السلام استغرب قال لو شئترت تخطى عليه أجر يعني خله يطيح وخلنا نبني عشان نأخذ عليهم أجر على الأقل ما ضيفونا لكن يعطونا أجر على التعب اللي إحنا نسويه فهنا قال لا أنا لازم أفسر لك ليش أنا قومته وليش أنا ما يعني ما كسرته فقال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغاء أشدهما ويستخرجاء كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويله ما لم تستطع عليه صبر أعطا تأويل كل ما إيش فكرة الغلامين هذه الجدار لو انهد وجو أهل القرية كانوا بيوخرون يعني كل الأغبرة والحجار من الأرض وسيجدون كنز ليتيمين في المدينة في يتيمين طيبين ما هم زي أهل القرية في المدينة عندهم كنز تحت هذه الأرض فهم عارفين أن أهل القرية قد يكونوا مناس كويسة مناس طيبة فلو نظفوا الجدار اللي طاح ممكن يأخذون الكنز ممكن يأخذون الكنز على اليتيمين فهو رفع هذا الجدار وكان أبوهما صالحا فسبحان الله كيف ربي أعطى هذا اللطف أنه ما يحصل هذا الشيء السلبي لهذول اليتيمين لأن أبوهما صالحا تخيلوا لأن أبوهما صالحا مو عشان مهم عشان والدينهم جزاة لوالدينهم الطيبين هذول اليتيمين يكون الكنز لهم فتأويل كل ما كان من هذه الأمور وضح لموسى عليه السلام أن الصبر مهم جدا في القضاء والقدر لأن فيه أشكال من الابتلاءات لا نستطيع أن نرى أن نرى الحكمة منها فيه ابتلاء قد سبحان الله بعد فترة أقول يا الله الحمد لله نقولها كثير خيرا أنه حصل ذاك الشيء والله لو ما صار هذا الشيء كان أنا ما صار هذا الشيء دائما نقولها في أشياء كثيرة فتظهر أحيانا للحكمة وللمستبصرين أو الناس اللي عندهم قيمة الإيمان عالية يستطيعون أن يرون الحكمة من الأشياء بشكل أكبر فممكن أنك تشوف الحكمة في الدنيا لكن في وقت آخر ممكن ما تشوفها إلي أن تموت أنت ما تشوفها لكن اعلم يقينا زي الأم والأب اللي مات ابنهم وربي بيبدلهم بابن بار أكثر هذك كان بيرهقهم ويطغى فإيمانهم سيرزقهم بالله بابن أفضل وبابن أكثر برا اللي هم اليتيمين في المدينة أيضا لو شي اسمه الجسر طاح ولو هم أخذوا الأجر عشان يبنون جسر كانوا بيحرمون يتيمين في المدينة ما لهم علاقة من كنز فلطف الله يأتي مع كل صبر يأتي مع كل مصيبة إنه سبحان الله الله لما يرزق يعني نقولها رزق يعني سبحان الله رزقك في هذه الدنيا لما يرزقك ببتلا إلا ويعطيك اللطف معه إلا ويضع اللطف معه بشكل أو بآخر أنت بس اللي يجب عليك أن تلتمس هذا اللطف فالرضى بقضاء الله وقدره في خسارة وظيفة في خسارة صديق في خسارة شريك في مصائب كبيرة تحصل في الحياة هذه يعني سبحان الله ما تدري كيف عوضها في هذه الدنيا وإحنا ما نعرف الحكمة في هذه الحياة أحيانا نشوف بعض الإبتلاقات ونقول يا الله كيف هذول الناس صابرين كيف كيف هذول قادرين يعيشون حياتهم طبيعي كيف ما نحن قادرين نفهم كيف لكن سبحان الله الله يضع لهم لطف الله يضع في قلبهم صبر وسلوان إحنا ما نقدر نفهمه إلا لو إحنا في مكانهم إلا لو إحنا في مكان الإبتلاق فمن الجيد أننا ندعي لهم لكننا نضع نفسنا في مكانهم لأننا ما حنقدر نكون في مكانهم إلا إذا الله وضعنا في ابتلاق معين سيضع اللطف معاه وسينزل اللطف معاه من هذا المنبر نتكلم عن أخواننا في فلسطين وأخواننا في كل البلدان المسلمة اللي فيها قتل فيها خطف فيها أشياء صراحة يعني يقشعر البدن منها مصائب يعني يعيشونها لا يستطيع الإنسان يخجل يخجل أنه فقط يدعي ويتصدق يريد أن يعطي أكثر وأكثر يريد أن يعطي كل ما لديه لكن في الحقيقة إحنا بشر ضعفاء لا نستطيع سوى أن نفعل ما بأيدينا وما بألسنتنا وما يمكن أن نفعل نتصدق لهم والآن يعني الحمد لله يعني رابط خلينا نقول الحمد لله يعني موثق نقدر نتبرع الأخواننا في فلسطين بنحطوا في وصف الحلقة عشان نتبرع لهم ونكثر الصدقات لهم يعني إحنا ما نقدر نسوي أكثر من كذا البعض يعتقد أنه أنا إذا شفت الفيديوات ومشيت أول بأول بالفيديوات فأنا معناه أني معاهم مية بالمية ومشرت تقتل نفسك أو ترهق روحك وتبكي كل يوم معهم عشان تؤمن أو توقف عن جلد ذاتك أنك معهم دعائك يوميا الأفعال هي كل شي يا جماعة الأفعال هي كل شي تدعي لهم يوميا تتصدق يوميا عنهم ولهم هذا الشيء لحاله يجعلك صاحب موقف لا يجب عليك أنك أنت تدخل في دموع وبكة ويعني كل يوم تطالف هذه الصورة وترهق روحك وترهق من حولك فقط عشان تؤمن أنك صاحب موقف الموقف يكون بالصدقة والدعاء وفعلا يعني نرجع لموضوع الرضا لما نشوف يعني كان في بعض الفيديوات اللي شفتها الرضا الرضا اللي يتملكه أهل فلسطين والصبر بكل هذه المصائب يفقد الواحد عيلته كلها أمام عينه يفقد يعني كل ما بناه في حياته كلها خمسين ربعين سنة يجده يسقط أمامه يعني خسارات معنوية خسارات مادية خسارات من كل جهة خوف رهبة لكن إيش يقولون الله ما عطينا هذا الله فوق الله معنى كلمات صبر ورضا تدرس تدرس لكن أبغى أنوه على شيء لما إحنا نشوف هذه المقاطع حلو إننا نشوف الصبر ونستشعره ونحييهم على ذلك لكن لا تقارن مصائبك بمصائبهم لا تقارن مصائبك بمصائب أي شخص آخر يعني اليوم مثلا أنا أحكي عن وفاة أمي أنا بالنسبة لي هذه أكبر مصيبة لكن هم يعيشون مصيبة أكبر وأكبر فأنا لا أقارن مصيبتي بمصيبتهم عشان أقدر أتشافع من مصيبتي نفس الشي أنتم اللي تسمعوني في ناس خسرت وظيفتها تقول ليش أزعل وأفنان أمها ماتت وما قعد تزعل زي لا لا تقارن لا تقارن خسارتك بخسارتي كل إنسان يجب علي أن يتعامل مع خساراته ويرضى بها بنفسه لا تقارن خساراتك ولا حتى كسبك مع أي شخص آخر من حوالك حتى لا تجلد ذاتك حتى لا تحبس هذا الشعور لأنه يجب عليك أنك تأخذ الشعور هذا والخسارة هذه بجدية وتعطيها حقها وتؤبر عنها فالرضى لا يعني أنك تحبس وتصبر وتسكت وتكتم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن لفراقك لمحزنون لما فقد ابنه فلازم يكون عندنا رياكشن ردة فعل طبيعية تفرع حتى تقدر تملي بعدها شيء آخر حتى تقدر تملي قوة وطاقة يجب عليك أن تفرع وزي ما ذكرت في حلقة جاوزة فقد إنه في كل مرة تجيني مشاعر أو تغمرني كل ما أشوف في برنامج معين مثلا حديث عن أم حديث عن وفاة أم أو خسارة أم حتى وجود أم أي شيء يستفز شعوري تجاه الأم أجعل المشاعر تخرج وهذا ليس بضعف هذا تفريغ هذا سماح للشعور بالرحيل سماح للشعور الألم بالرحيل حتى نصل إلى مرحلة السلام تماما إنه ما عاد يكون في ألم يكون فقط في حديث برضا حديث بسلام لكن الآن ستة شهور سبع شهور من وفاة والدتي الغالي الله يرحمها ويعفو عنها ويتغمد روحها الجنة بإذن الله بالتأكيد أنا لم أتجاوز كليا وبالتأكيد لا أريد أن أتجاوز كليا أريد أن أعطي الشعور حقه أريد أن أمشي في طريقي بتفريغ بين فترة وفترة والسعي برضا بقضاء الله وقدره الحمد لله على ما أخذ وعلى ما أعطى الحمد لله على ما أخذ وما أعطى لأنه كل ما يأخذ الله يعطي زيادة كريم لطيف جبار كلمة جبار يعني إيش مو جبار معناها ترى زي ما نعرف إنه جبار قوي لا الجبار من الجبر يجبر الجرح يجبر الأذى يجبر كل شيء بداخلك ما يصعب عليه شيء ولا يصعب عليه أي شعور السلوان والصبر لن تستطيع فهمه إليه أن تشعره السلوان أن تسلى تسعد في حياتك تسعد في علاقاتك رغم الألم الكبير اللي في حياتك هذا لكنك في سلوى سبحان الله في سلوى أنت فالصبر والسلوان من الله لكن يجب عليك أن تؤمن به وتمارسه وفي كل مرة تقول الحمد لله على ما أخذ وعطاه وهذه من أهم الأشياء اللي ينفوض أنكم تسوينا لممارسة الرضاء الإمتنان الإمتنان اليوم أنا أطالف في 2023 أقول الحمد لله على كل جائزة كسبتها الحمد لله على صحتي وعافيتي الحمد لله على صحة وعافية من حوالي من أخوان أخوات أصدقاء أحباب الحمد لله على القبول الحمد لله على الحمد لله على هذا البودكاست الناجح الحمد لله على الحب الحمد لله على على الراحة النفسية الحمد لله على الإسلام والإيمان بك الله الحمد لله على وجودك النعم لا تعد ولا تحصى طالعوا في سنتكم وراء احمدوا الله على كل صغيرة وكبيرة الحمد لله على تجاوز تلك المحنة الحمد لله على تجاوز اختبار الحمد لله على خسارة اختبار لأني برجع أقوى الحمد لله على الظرف ذاك المعين احمدوا الله احمدوا الرضا يأتي بالممارسة بممارسة الامتنان والتوكل لما أنا أمتن أشكر الله كل يوم وأحمد الله كل يوم على النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ثم أتوكل على الله أن القادم سيكون أفضل والقادم سيكون عوض مو عادي القادم سيجبر قلب الله سيجبر قلب الله بإذن الله سيعطيني الله أكثر لما أطالع في الأمور بهذا الشكل سنجد أن حياتنا في زيادة وفي جمال والحياة أقصر من أنها تروح في حزن لما نيجي في حقيقة الموت في حقيقة الموت كلنا بنروح فليش أنا أحزن إلينا أن أروح ليش ما هي كتبة الحياة كذا ولا هي طريقة الحياة كذا والله يحب المؤمن القوي أو المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف كل ما قويت أنت بشخصك بشخصيتك بنفسك بناسك بطلب المساعدة بتسكية نفسك في كل مرة وبرؤية سنتك في كل مرة في نهاية السنة لتصفق لنفسك وتحمد الله وتتوكل للقادم ستجد نفسك أكثر قوة وأكثر متانة نفسية وأكثر قابلية للحياة وحب الحياة وهذا تعريف الرضا أصلاً أن تسعد بما لديك أن تسعد بما لديك وتسعد بالسعي لما تريد أن يكون لديك فأتمنى أن تكون هذه الحلقة وصلت بكم إلى شعور سلام يعني يصل بكم أو بحياتكم إلى كل ما تريدون وأنتم برضا وسعادة وراحة الرضا مفهوم كبير ومعنى كبير وبإذن الله أنكم تجربونه في أقداركم اللي خلينا نقول الأقدار الصعبة التي لا تكون بالصعوبة اللي أنتم خايفين منها أو خلينا نقول أنا أتمنى أن لا تتحقق مخاوفكم لكن في كل مصيبة قد تصيبكم تذكروا أن الخير فيها أن الخير فيها والخير فيما اختاره الله وأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وأن الله قدر كل شيء تقديراً فالحمد لله الحمد لله من قبل وبعد والحمد لله على انتهاء هذا العام بخير وبركة ورضا والحمد لله على انتهاء هذا العام بكل ما أوتي من نعم وعطايا وأخذ والحمد لله على كل شيء وعلى كل حال وشكراً لكم على إنصاتكم إلى آخر هذه الحلقة ونراكم في السنة القادمة على خير بإذن الله وإلى اللقاء